اهلا بكم ونبدأ من الشأن الفلسطيني حيث شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة وقال نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس وقلقيليا وبيت لحم والخليل وجنين واعتقلت 13 مواطنا فلسطينيا بزعم انهم مطلوبون اصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز المسيدة للدموع والتي اطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مخيم الادهيشة جنوبي مدينة بيت لحم فجر اليوم وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان جنود الاحتلال قاموا باطلاق النار باتجاه الشباب الفلسطيني ما ادى الى اصابة شابين برصاص معدني اضافة لاصابة عدد من المواطنين بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع بعد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال والى الشأن اللبناني حيث تستمر الاحتجاجات الشعبية في بيروت وفي عدد من المناطق اللبنانية رغم محاولات احزاب السلطة السياسية الحاكمة بترهيب المتظاهرين لانهاء الاعتصامات وموجة الاحتجاجات العارمة وتشهد لبنان منذ 17 من شهر التشرين الثاني الماضي موجة من الاحتجاجات الشعبية في مدينة بيروت واعدت مدن اخرى للمطالبة برحيل نخبة السياسية ومحاربة الفساد واجراء حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلاد اكد محللون سياسيون عراقيون ان الشعب العراقي يدفع ثمن عدم احترام الدستور من قبل الساسة المسيطرين على المشهد السياسي في اتخاذ القرار المناسب للبلاد وعلى الرغم من انطلاق التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية مطلع شهر التشرين الثاني واستقالت حكومة عادل عبد المهدي الا ان المطالبة الشعبية بتحقيق اصلاح جذري للوضع العام في البلاد لا يزال او لا تزال تتراوح في مكانها بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة القادمة طبعا العمل على ترك الفوضى هو غير جاد اطلاقا وهناك عمل سياسي من بعض القوى بشكل جاد من اجل ذلك لكن لا ينكر ان هناك مشاكلة ببعض القوى السياسية التي تحاول تأصيل الموضوع تجديره لمنافع شخصية ومنافع حزبية وبالتالي ينعكس على الاداء السياسي بشكل عام اعتقد هناك مداولات ما بين الكتل السياسية باتجاه الاتفاق على من هي الكتلة الاكثر عادة البرلمان العراقي واعتقد هناك رفع لبعض الاسماء الى رئاسة الجمهورية وهناك اجتماعات ما بين رئيس الجمهورية وكذلك باقي الكتل السياسية لالاتفاق على الشخصية المختارة وان كان هناك اتفاق بان تكون الشخصية القادمة شخصية مستقلة ونزية وتمتلك مواصفات وشغوط المحتجين وكذلك قناعات الكتل السياسية يعني لا يوجد لحظة اي بوادر الانفراج بل بالعكس هناك قرينة على خلط الاوراق والعودة الى المربع الاول هذا اخر يوم امس عندما طلب رئاس الجمهورية ان يبين الكتلة الاكبر العودة الى المربع الاول هذا مؤشر خطر وعدم وجود اتفاق كان من المفترض خصوصا بعد انتهاء المدد الدستورية كان من المفترض ان ننتهي من مسألة تسمية رئيس الوزراء لكن كل هذه قرينة على ان ما زالت الكتل والاحزاب متمسكين بالمناصب الفئوية والحزبية تواصلت السلطات اليمنية والامنية بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبية اليمن حملتها لضبط الاسلحة الغير مرخصة والمركبات ايضا الغير مرقمة والدراجات النارية اضافة الى مداهمات امنية لاوكار التنظيمات الارهابية التي تقوض الامنة في البلاد ولاقت الحملة الامنية ترحيبا كبيرا بين المواطنين بسبب مساهمتها بشكل كبير في انتشار جرائم الاغتيالات التي شهدتها المدينة مؤخرا من هنا نحذر جميع سائقين الدراجات النارية انه بيتم مصادرة الدراجات واتلافه واتلافه بأوامر من النيابة واستينافة اللي حملت منع الدراجات النارية الان نقوم بحملة منع السلاح ومصادرة السلاح الغير مرخص على الجميع تعاون معنا في سبيل انجاز هذه المهمة وايضا معنا خلال هذه الفترة مداهمة اوكار العصابات الارهابية والبلاضجة اللي يعملوا خارق القانون ولن نسكت عنهم وصلوا لحقهم الى اخر واحد ولا بيوتهم حملة بصراحة حديثة في داخل عدن لانه بدأت في مرحلة حساسة وخاصة بعد اتفاقية الرياض هذا نحن نؤكد على كمواطنين بقودة يعني بكل بصمات نحن نأكد عليه هذه حملة راقية ومتوقعين لنحن تكون من حزام الأمنين نعمله تحمي نحن كمواطنين تحمي كدولة تحمي كأهمية نفسه الفرد العسكري نفسه من ناحة مثلا نزع العواكس حق السيارات عدم تركيب لوحة السيارة الى قانب حملة السياكل النارية هذه بصراحة نحن نؤكد عليه لأنها كانت عشوائية بين السيارات عملت كثير من المخاطر من حوادث السيارات من حملة الاختيالات وفق الكونغرس الأمريكي يوم أمس على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة تتجاوز السبعمائة مليار دولار لإنشاء قوة فضائية اقترحها الرئيس دونالد ترامب ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض من أجل اعتماده في أسرع وقت ممكن بعد تصويت مجلس الشيوخ بإغلبية ساحقة عليه ترجمة نانسي قنقر